وفكرة الدولة البرلمانية والدولة الرئاسية احنا عايزين نعمل توازن بين النظام الحكم البرلماني ونظام الحكم الرئاسي انا تقديري من قراءتي وقراءاتي للتاريخ واحكام التاريخ ان مصر من احمس وحتى عبدالفتاح السيسي دولة رئاسية برأس للنظام لم تكن في يوم ما دولة برلمانية ولم تكن تاني بقول واحد بيكتب بايده الشمال لا يمكن هيكتب بايده اليمين واحد اشول يعني بيكتب بايده الشمال لا يمكن هيكتب اليمين انت عايز تغير دولة اعمق واعرق واقدم دولة في التاريخ احنا اللي علمنا العالم يعني ايه دولة احنا اللي علمنا العالم يعني ايه دولة يعني ايه حكومة يعني دولة مركزية يعني ايه حكومة مركزية واحد يقول لي احنا عايزين مصر دولة مركزية وبرلمانية بقول له حضرتك غلطان لم تقرأ كتب التاريخ مصر دولة مركزية تاني بقول ده قرأتي انا شخصية دولة مركزية قوية برأس للنظام رئاسي لم تكن برلمانية في يوم ما ولن تنجح اي محاولة للزج بمصر ان تكون دولة برلمانية ولا تنجح اي محاولة اللي جعل مصر دولة لا مركزية دولة ثابتة موحدة قوية بحدود واضحة بتعتمد على المركز في كل شيء ده ممكن يكون عيد لكن هي كده واحد بيكتب بيد الشمال ممكن يكون شكله مش حلو هو بيأكل بيد الشمال هو ما بيعرفش غير كده الدولة دي خلقت لكأنك تكون دولة مركزية برأس للنظام رئاسي لا يمكن ان يكون برلماندا رأيي وده من واقع وتفاعلات واحكام التاريخ